اتكلمنا الحلقة اللي فاتت عن اول صفة بيتميز بيها اداء حزب النور السياسي الحرص على توسيع دير التحمل المسئولية النهاردة هنتكلم عن تاني صفة من صفات الاداء السياسي الحزب النور وهي سعيه لاصلاح مؤسسات الدولة وتحسين اداءها ونبز التصادم معاها وده ناتج عن حرص حزب النور على تطبيق قواعد السياسة الشرعية اللي دايما بتقدم المحافظة على كيان الوطن واستقراره المجتمعي على اي حاجة تانية وده نهج الانبياء والمصلحين عبر التاريخ عندك مثلا النبي صلى الله عليه وسلم اول ما دخل المدينة اسس للاستقرار المجتمعي فقال ايها الناس افشوا السلام واطعيموا الطعام وصيلوا الارحام وسيدنا علي بن ابي طالب لما تولى الخلافة قدم لم شمل الدولة وحفظ استقرارها على البداية بالقصاص من قتل سيدنا عثمان رضي الله عنه والعز بن عبد السلام سلطان العلماء فضل يسعى لاصلاح فساد الدولة الايوبية بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصيحة لحد ما تمكن من دفع قطز لتولي مهمة البلاد وامثلة كتير تانية موجودة في التاريخ القديم والمعاصر عن الموضوع ده لو هنتكلم عن مصر كدولة كبيرة بيعيش فيها اكتر من 90 مليون انسان وليها علاقات اقليمية ودولية متشعبة وبرضو لها اعداء متربسين في الخارج والداخل فمجرد تخيل تعطيل مؤسسات الدولة وترك الناس بعضهم لبعض لمجرد ولو ليوم واحد ده امر كارسي وكلنا شفنا لما غاب جهاز الشرطة بالكامل وقت الثورة قد ايه كانت حالة الخوف عند الناس ولولا تدخل مؤسسات تانية من مؤسسات الدولة وهي الجيش لحفظ الامن والنظام كان الوضع هيبقى اسوأ بكتير وده هينقلنا للصفة الثالثة من صفات اداء حزب النور السياسي وهي المعارضة البناءة في نوعين من المعارضة نوع شايف انه طالما في جانب المعارضة يبقى كل حاجة لازم يقول عليها غلط ولا وما ينفعش لحد ما يتنقل لجانب الاغلبية او الحكومة هتلاقي بيقول على نفس الحاجات دي انها تمام وزي الفل دي معارضة هدامة وفي نوع تاني شايف ان الهدف من المعارضة مش المعارضة في حد ذاتها ولكن الهدف تقديم نصائح وخطة اصلاح للحكومات الموجودة بغض النظر عن الاشخاص والانتماءات ودي معارضة بناءة واكبر مثال عملي قدموا حزب النور تطبيقا لسياسته البناءة هي مبادرته اللي تقدم بيها في يناير 2013 رغم الخلاف الشديد وقتها مع جماعة الاخوان بعد الاعلان الدستوري اللي اعلنوا الرئيس السابق محمد مرسي واللي سبب حالة انقسام حاد جدا في المجتمع وكان في حالة غضب كبيرة لدرجة ان الناس نزلت تتحدى قرار حظر التجوال بدورات قرة القدم حزب النور وقتها اتقدم بمبادرة لحل الازمة رحبت بيها كل القوى السياسية الاخرى لكنها للأسف تم رفضها من جماعة الاخوان المسلمين وتجاهلها الرئيس تماما لحد ما تفاقمت الامور اكتر واكتر على مدار الاشهر التالية واضطر الرئيس انه يعلن موافقته عليها في يونيو 2013 ولكن للأسف بعد فوات الاوان والنهاردة كمان حزب النور مستمر رغم تمثيله الاقل في البرلمان انه يطبق سياسة المعرضة البناءة ويقدم رؤيته لحل كتير من المشكلات والازمات مع كشف ورفض مظاهر الفساد من غير هدم وصدام ودعم القرار الصائب مع تقديم الرؤى والمقترحات لإصلاح نظام الحياة المختلفة وده ببساطة زي ما قلنا قبل كده لان حزب النور منحاس دايما للوطن واستقراره مع السعي الإصلاح تدريجيا نشوفكم الحلقة الجاية بإذن الله ما تنساش لايك وشير وبعتلينا تعليقاتك حتى لو نقد بس زي ما اتفقنا نقد بناء نستفيد بيه من بعض اشتركوا في القناة